في فيديو النهاردة هنتكلم عن تصميم الموقع الالكتروني من الصفر وازاي ان انت هتضيف التطبيقات بتاعته وازاي تضيف القالب اللي انت هتشغل عليه. ازاي تعمل اللوجو وازاي تعمل التصميم كل ده بشكل مجاني. هعلمونكم من الصفر في الفيديو ده ان شاء الله خطوة بخطوة وهو بداية المرحلة اللي بعد اللي احنا تعلمناه في الكورس اللي ما تفرجش على الكورس او بقيت آآ الكورس. هيلاقي الكورس في البلاي لست عندنا في القناة تحت او هتلاوي الفيديو ده. وهنكمل مع بعض. بعد الفيديو ده ازاي بعد ما نخلص الكلام ده نبدأ نسوى بشكل راس ما اللي عندنا وكل ده هنتكلم فيه خطوة بخطوة ان شاء الله. خلينا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش انت تعمل اشراك وتعمل لايك للفيديو وخلينا نبدأ مباشرة. وقبل ما نبدأ الفيديو خلينا اعرفكم ان فيه منصة اسمها آآ الموقع ده بيقدم خدمات التجار الالكترونية او السوشيال ميديا بشكل عام. او انت مثلا بتبدأ براند جديد اللي الا ا La at-elle جديد عن متا او عندك مجر اجتروني او عندك موقع بشكل اوفلاين وعايز تسوى له. الموقع ده مثله صراحة ان هو بقدم حاجات آآ آآ يعني بقاط بشكل مختلف في مجال الاتجارة الالكترونية او السوشيال ميديا بشكل عام بسؤالك كتصميم او ان هو يسوى لك او او لمناصة اللي انت شغال عليها وحتى كمان الفيديوز وبيعمل كمان المواقع الالكترونية وكل دي بأسعار الصراحة رهيبة والاهم من كده عشان كده دايما انا بتكلم عليهم وهو الجودة بتاعة الحاجة اللي بتطلع بهم انه هم قريدي عندهم خبرة كبيرة في مجال التجارة الالكترونية اكتر من عشرة سنوية في مجال التجارة الالكترونية عندهم كمان خبرة في مجال السوشل ميديا ففعليا اسعارهم اللي هم بيعملوا فيها هي انا بديها قيمة يعني هما بحس ان هما بيدوا نفسهم قيمة اقل. بس هي الهدف من عندهم اللي دايما كنت بتكلم معهم فيه. ان هما بيحاولوا بقدر ان كان يكونوا باب لكل الناس اللي حابة تبدأ في المجال. طيب عشان ما تقولش عليكم. العايز يدر يشارك في او معاهم او يدر يعمل يدر يخش على الرابطة تلقوه تحت في تحت للموقع نفسه. خلينا بباشرة ندخل على اه الشو بي فاي. اه بناء او تصميم الموقع بتاعنا من الصف. ويه ما تنساش ان انت تبدأ معانا وهتلاقي الرابط هتبدأ منه الموقع تحت. ويه يلا بينا هو. يعني الموقع اللي احنا نبدأ بقى نعمل عليه الموقع بتاعنا. الدومين. التطبيقات كل حاجة هنعملها على موقع الشو بي فاي اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هتلاقوا برضو الرابط بتاعه تحت. في آآ آآ في التعليق في ساعة. جوا الشو بي فاي بحاجة اسمها في يعني انا انا عندي اسم البلند بس مش قادر افكر ايه اسم البلند اللي ممكن. مش قادر اسمي اسم البلند بتاعه. طيب في حاجة في الشو بي فاي نفسها انت بتخترح عليك اسماء. يعني مسلا اي اسم مسلا اسنيك. خلال لك اسماء كتيرة جدا. ممكن انت ممكن هو كمان بيخترح عليك الحاجات اللي متاحة. يعني هي مستو ان هو بيخترح. يعني مسلا كتابنا له مسلا فاشون. بتطلالك كل الحاجات المتاحة زيها. يعني ممكن تشتري نفسه من على جوجل او ممكن من على تمام? طيب ازاي بقى اعمل اللوجو بتاعي? اللوجو بتاعي. طيب ازاي اعمل بقى حاجة مجانية. زين لوجو مجاني. اعمل كل الحاجات دي مجانية. بحاول بخدر امكان اعمل لكم الحاجات المجانية. هنا اكتب مسلا كلمة لوجو. لوجوز. هتقول لكم برضو رابط بتاعه تحت في الكومنتات. خلينا نشوف. شايفين دي كلها لوجوهات مجانية. جماعة بقول مجاني. تمام? راجئنا عاملين نحط هنا. تمام? راجئنا اسم الفونت نخليه مسلا. عايزين حاجة ليه اعلاقة بالسبور عشان بتاعنا. خلينا. سوري. تمام? ناخد الاسم تاني ونكتب تاني هنا مسلا. لو. انا هكتبت حرفه تمام? شايفين شايفين شكلها بقى افضل ازاي? يتعاملها زي عارفين بتاع فاشن نوفا. موضوع ان كل ده مجاني يا جماعة. كل الموقع اللي انا برولكو ده كله مجاني. شايفين بقى شكلها افضل ازاي? لوجو بسيط. يعني ده ممكن ينفع لوجو كده لوحده اصلا. دون اي تغيير بنونه اي اضافة لأي حاجة. حاجة بسيطة جدا وخلاص خلص الموضوع. بقى نعمل له من كده ممكن احنا نقللين ده كده شوية. شايفين? شوية. نعلي ده شوية. الستوك اللي فوق. تمام? نغير اللون مسلا نخليه اسود. ما ما نصالش حاجة. لقي ان احنا قصدنا الاطراق بتاعتنا اسود. تمام? فده اللون الاصفر بتاعنا شايفين اللون الاصفر ده احنا عايزين نفس اللون الاصفر ده عشان يكون نفس اللون بتاعنا. تمام? وبنرجع تاني هنا ل TONVA. نرجع من هنا تاني ونختار بقى اللون الاصفر بتاعنا. شايفين بقى الطرف الاطراف بتاعت الكلمة بتاعت الفاشن بقيت اصفر. خدودين بقى لكم. بيجينا. نختار برضه نفس الحاجة. لنا ننتصغر شوية من هنا. ده نرجعه خالص. مغير ده للون الاسود تاني. نعمل ده لون الاصفر بتاعنا شايفين? بقى كده بتاعنا او كده من بره اصفر ومن جوه اسود زي ما احنا محتاجين. طيب عايزين بقى نحط شيب يعني عايزين نحط حاجة اللي علاقة بالكوتشي بالكالن ده عشان يبقى كبران. الحاجة اللي عليها تلاقي على علامة التاج دي يعني مش مجاني بفلوس. دايما اللي مش عليه تاج فري يعني تقدر تستخدمه بشكل عادي. خلينا عايزين شايفين ده فاحنا عايزين نجيب نفس حاجة قريبة من ده. عايزين حاجة تكون مجاني وتكون. شايفين بس ده طبعا علي حقوق ملكية عشان كده مش هنقدر. بس خلينا وريكم شكلها عامل ازاي. الاسود. طبعا انت تقدر انت بقى تعدي لما تشتري بقى كده شايفين? عشان يكون شبهة تاني. شايفين? نحن ده نخلي ده اسود. شايفين بقى هوريب من الكوتش بتاعنا فكريبا. نفس البنده ايب نخلي دي اسود عشان يبقى شبهة تاني. لأ احنا عايزين نخلل ايوة ده هو ده الاسود. ايوة كده بقى ده يقرب. هنا اسود كمان. ونخليها اصفر عشان كنشكلها احلى. شايفين بقى نفس الكوتش بتاعنا. بص خلينا نرجع هنا تاني شايفين الكوتش بتاعنا. بقى نفس بتاعنا. كده انا عملت كل ده مجاني. مجاني. اللي انا عمال اعمله معكم ده كله مجاني. اللي بقى ولا تروح لحد. بص شوف لما حطنا على الجنب شكله احلى ازاي. فالموضوع بسيمبل وبسيط. مش احتج ولا ان انت تروح ولا تعمل ولا الكلام ده كله. طبعا احنا مش نستخدم الكوتش ده اللي انا زي ما قلت لكم. لان طبعا احنا مش دفعين. لكن في حاجات مجانية. ما كنت استخدم المجاني على طبعا. طيب خلصنا خلاني نرجع بقى على الشو بي فاي نفسه عشان نبدأ نعمل الموقع بتاعنا. بتلاقي اللينك بتاعته تحت تسكريبشن بتيجي هنا تضغط على كلمة start وبعد كده تتع فعل وخلص تخش. تمام? كده فتحنا الموقع بتاعنا على الشو بي فاي. تمام? هي انا عند كلمة تجي على كلمة دومين. لو انت معايش دومين عايز عايز لسه دومين. تجي تكتب من هنا تختار الدومين بتاعك. تكتب مسلا. هنكتب اي اسم دومين مسلا. عبلا مما نبدأ الموضوع دومين ده خلاني نشوف السين بتاعنا يعني ممكن نشتري منين الوقت قالب بتاعنا لو عايز نشتري قالب مدفوع. فالقالب ده شايفين الموقع ده او شايفين الموقع اسمه هتلاقي اللينك بتاع حطول كباته تحت دسكريبشن. تقدر تشتري القالب ده هو بيبقى قالب لمرة واحدة تشتريه. بتقدر تحطه على سبع مية براند بعدها مش تفرق. يعني تحطه ولو مرة تشيله وتحط تشيله وتحطه. بس تشتريه لمرة واحدة وخلاص. بس براند كويس آآ القالب نفسه كويس جدا. بيكون في سببورت يعني لو حصل مشكلة معك في الحاجة وكذا هتتواصل معهم لو دفعت اتنشر دولار زيادة. والقالب بس بخمسين دولار لمرة واحدة. يعني اكد انك بتفتح معاه المرة واحدة. انا بتشتري حاجة المرة واحدة. تمام? فبنيجي هنا عند اول حاجة اللي هو القالب او ممكن تيجي من هنا انا شايف كلمة ابلوت سيم. هنا عشان تنرفع السيم. انا اشتريه ده خلاص السيم فانا عايزين نرفعه. تيجي من هنا شايف ده السيم بتاعنا. هنازل زي ملف كده. انا بناخده ونفتحه وننزل اللي هو الزب آآ آآ فايل. تمام? ودل الوقتي بيرفعه. شايفين رفعه. كده كلمة بوم ده ده اللي هو بتاعه. فاحنا بنعمل كلمة يعني النوع يخليه الرئيسي. ان ده السيم الرئيس. شايف طلع زي اللي فوق. بقى كده السيم الرئيس بتاعنا السيم اللي احنا شترينا. اللي هو بقى نفس اللي احنا عايزينه. طيب حنا عادلوا يعني نبدأ بقى نعد فيه. شايفين سيم بتاعنا ازاي الجاهز؟ احنا بس نعدل نحط الصور والحاجات بتاعنا بنعملها دلوقتي كلها شان يكون تمام? بنيجي هنا مسلا. بنبدأ بقى دلوقتي نعدل ونحط الصور بتاعتنا ونزبط. فهنا حتى بيقول لك مقاسات. بيقول لك مقاسة الصورة مثلا تحطها هنا الف تسو مائة وعشرين في تسو مائة واربعين. فنيجي هنا عند الكنفا برضو. الكنفا حلو جدا. حاجات تعمل بقية كل حاجة. سوشيال ميديا حاجات كويسة. تمام? تيجي هنا مسلا احنا عايزين نجيب بانر الواء الكبير ده. تمام? عايزين حاجة اللي علاقة بالكوتش برضو بتاعنا ده. او بالبراند اللي علاقة بالفاشل وكده. هل في صور هنا ممكن احنا نستخدمها. خلينا نبص. حلو ده. حلوة الصورة لان هي ممكن تتحط هناك. فبراجيه انا بنزل بقى كل الصور دي اخدها او بيبقى في تطبيقات ونزل بقى الصور دي كلها. بعدها بنزلها ارفعها بقى على كانفا. اللي هو الموقع بتاعنا. فهي? فرفعتنا الصور كلها بتاعتنا على كانفا هي. تمام? نبدأ بقى نحط الصور بتاعتنا. شايفين? اه في ناس ممكن تقولي ازاي بازاي نزلت الرجل كده ما فيهاش اي خلفية. فين الخلفية اللي كانت وراه الصورة. في موقع اه اسمه يعني بيشيل الباك جراون دي بس ترفع لصورة فيها خلفية يعني بيسيب بس الرجل او بيسيب وشك. بيشيل الخلفية اللي وراك. عشان يطلع بالشكل اللي انت شفتوه من شوية دلوقتي بتاع الرجل ده. تمام? يا فين الشكل عامل ازاي? طيب اكبرها شوية جده نعم. نكبرها شوية. احنا رجلوا ده زي ما نتوقع حم نعمل دلوقتي اللي هو الاا بنعمل اللي هو البراند اللي كان برف. خلينا عايزين نعملها بشكل خلينا بص كلمة نازلت احنا عايزين ننزلها تحت البداع. بشايفين لما نازلنا نازلت ازاي تحت? اه. خلينا نطلعها. نكبرها شوية. نرجع على الورا شوية. اه ايوة. احتاجة تتعدل شوية. تيجي كده. خلوة كده شوية. الموضوع هياخد منك وقت شوية. خفيقي يعني انت عايز تبت بتاع براند وعايز تكسب فلوس فلازم تتعبع نفسها شوية. تمام? شايف لما غيرها الاصفر ازاي? نطقت ازاي? نطقت اوي كمان. شايف الاصفر عمل فيها ايه? في انا ده ده اللي هي الصورة الكوفر اللي بره فنشوف ايه اللي ممكن يكتب اما وريدي مكتوب هنا فاحنا كلنا نعمل نجينا عن دهيتر. نغير بقى اللون الاحمر اللي في الموقع كله ده. نغيره الاصفر بتاعنا. نحب الكود بتاعنا. احنا بنستعضبه في الكود بتاعنا. ببس اول ما يكتب الكود اللي هو الاصفر الكود اللي هي علاقة باللون الاصفر بتاعنا. شايف? انتر. شايفين? خلاص بيت بختار من هنا بس من الاصفر من تحت. وغير بقى كل الاحمر اللي عندي في الموقع للاصفر الجديد بتاعنا. شايف? تيجي هنا عندي اول واحدة وان في النص دي ايه كان بقى دول كلهم اللي هو اللي هي الصورة دي. عشان تغير من هنا بقى. بنمسح. احنا مش محتاجينهم كلهم. احنا نيجي هنا عندي امج. سيلكت امج. الصورة بقى اللي احنا عملناها من شوية. فكرنا اللي عملناها على على هناك على الاسوري. على ونزلناها عندنا. تمام? بنبدأ ان احنا ناخدها نرفعها. شايفين الصورة بايتعملة ازاي? شايفين? شايفين? المنظر باعمل ازاي على الموقع. بس تبدأ بقى واحدة واحدة ايه تزبط الموقع. نيجي هنا برضو بغير الاصفر عشان الكلام شايفين الكلام ده غير الاصفر اللي موجود على البراند بره. نغير الكلام ده كله. تمام. ما اصل رجب البيتس احنا نقابل دلوقتي فاحنا محتاجين حاجة لعلاقة وممكن تسيبها كده وممكن انت تزود كلام. كل واحدة على حسب البراند بتاع وتبدأ ان انت تعمل حاجة لها علاقة بالبراند او الحاجة اللي انت بتستخدمها مشكلة فاحنا نقابل شوية. فبتبدأ ان انت تكتب كلام لعلاقة بالفاشن او بالمنتج بتاعك. لو انت عامل تبدأ ان انت تيجي عند برضو نفس الكلام لو عندك كلام تبدأ تكتبه عن الفاشن او الحاجة بتاعتك تكتبها. ننزل دلوقتي كمان نغير اللون بتاع آآ باي ناو لان هي برضو بالآ شايفين احنا الاسود والاصفر شايفين اللون بتغير لانس زي الاصفر احنا دلوقتي بنعمل براند. تمام? شايفين كل حاجة عمالها تبقى براند تبقى شكلها حلو ازاي. كلمة باي ناو دي ممكن تغيرها. ممكن نعملها شوب ناو او سيل ناو او كده فاهمني? شابها شكلها احسن ازاي شوب ناو. ان احنا هنا عايزين نوديع على على مسلا كتشاك كتير مش على منتج واحد. برضو دي هنغيرها للاصفر. اي حاجة اللي انا هاحمر في الموقع هعملها صور. ان كل حاجة توضي الاصفر. تمام? انا كده خلصنا خلاص اول سلايد او خلصنا اول حاجة معانا. تمام? نرجح بس نشوف ان انا في حاجة يستعدل تاني. اه اللي فوق ده هو اللاف احنا عايزين نعدل على الموبايل. شايفين تيجي على الموبايل? اه الموبايل ما حطناش عليه الصورة. ان هو كان اي اللي انا شايفين هنا اي اه اي الموبايل ايمج اللي فوق دي تسكتوب واللي تحت دي بتاعت الموبايل. تيجي تعمل الناس سلكت ايمج تاني. تمام? عشان تنزل الصورة تكون نفس الطريقة او نفس الشكل ده. بس هي الفكرة ان هو مش هيكون نفس الشكل على اللابتوب. فانت بختار الصورة التانية بقى للتليفون. يعني التليفون هيكون ليه دزاين بشكل غير. اه ديسكتوب. عشان تكون باينة. لان انا حطينا نفس الصورة اللي فوق للدسكتوب. الرجل مش هيكون باينة اصلا. هيبانة خلفية بيضة بس. فهمني? فدي ميزة القالب ده. هتلاقي القالب تحت اللينك بتاعه تحت. تمام? تعمل سيف. اما حاجة سيف. او هتنسى سيف. لان لو لقدر حصل حاجة. كل شغلة وكل تعبك هيروها. تمام? تجينا عند سيم لوجو. لوجو اخر رحادة تشينج. نرفع بقى ايه اللوجو اللي احنا لسا عاملينه من شوية. تمام? رفعنا اللوجو. خلاني نشوف شكل عام ازاي. دي اللي هي في اللحنة اللي بتققى فوق خالص دي في لما بتفتح اي موقع بوعنامة جوجل او الحاجات دي. ايه دي نفسها? ممكن نفسها ترفع اللوجو بس لازم يكون صغير خالص. خطوط بتاعتك ان انت ممكن تختار الخطوط من هنا بقى الخط اللي انت شايف ده كله احنا عايزين نغيره مسلا انا مش عايز تغيره براحتك. سوري لان احنا رجعنا تاني شايفين الخط تغير ازاي بعمل ازاي? اه فاحنا هنغيره شوية لان الشكل مش حل. شايفين كده بقى زبط تاني ازاي رجعه تاني الخطة اهو. اني كان كان وحش جدا. طيب تختار برضو بشكل انه يكون مناسب معي. الخطوط تكون قريبة شوية من طريقة اللوجو. طيب بتجينا عندي ماني. تمام. هنا بتاعتك اللي هو الشايفين فوق زهر ايه الجنب. موضوع اللي هي العملات. اني حد يقدر يغير العملة. الموقع. شايفينج ريت. حاولي اعمل ورايه بس لان احنا يعني مش كل حاجة لازم تتشرح بالتفاصيل. تمام? هنا نيجي عند النقطة اللي بعادية. هنا عم يحتاجين نحط صورة هنا. تمام? نيجي هنا. المأسات بتاعتك لو عايز الصغارة شوية. عمزين نغير زي ما توقع الاصفر. دايما اي حاجة اللي علاقة باللاح مرشيلة. اعمل الاصفر. البطن نفس الكلام الصورة. زي ما نحط هنا صورة. نحط مثلا لو عندنا او ممكن ترفع انت صورة تانية. شكل المنظر بعمل زي ما حطينا الكوتشي. برضو هنا تبدأ تكتب شوية كلام عن آآ المنتج بتاعك. ويناو. ندخلها شوفناه زي ما قلت لكم هل نحن ندخلهم على كاتيجوري. تمام? زباطنا كده كل امارنا. اصفر ده نخليه يسويت شوية اغمى. شايفين كده افضل من الاسود الفاتح. شايفين كده بدأ يكون ازاي? هي دي بقى فكرة الناس اللي بتقول. ازاي ممكن يشتري منها عندك? وما يشتريش من على امازون ولا اي باي. هي الفكرة ان انت ازاي تلعب على ادماج الامين انت ازاي تعمله براندي. لما يخش عندك واحد ازاي ده بيشوف الكون متنسقة اه الشكل البراند عندك كل حاجة متنسقة. ففعليا هي هي اه هي اه هي اه اه سد ان انت فعلا براند فهي اه 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 اشتريك منك. تمام? كل ما تتعب على شغلك كل ما تلاقي. خلانا تحط الصورة تانية غير اللي احنا عطيناها. مسلا الصورة دي بدهرها. انا عطينا واحدة بوشها واحدة بدهرها. الصورة بتحمل. شايفين المنظر عام ازاي? اه انت شخصيا وانت بتتفرج اصلا وانت بتعمل الموقع بكل جهة بتحس ان الموقع رائيه بالصراحة. ايه الكلام. كل الكلام ده انت شيل وتغيره هو حد يسيب كلام زي ما مكتوب كان لانه بيبكتوب اي كلام في هيدا عشان ايه اللي هو بيقول لك يعني الشكل يبقى عامل ازاي لما تحط كلامك يعني. الشكل عامل ازاي كل حاجة مزبوط هنجيبها عند النقطة اللي بعديها هنا. هنا. طيب هنا برضو محتاجين نحط الصورة ومحتاجين نحط كلام بقى والنقط اهم نقط للمنتج بتاعنا. تمام ده نختار الاصفر برضو تاني شايفين? آآ البوتون برضو هيكون اسود او اصفر برضو. آآ سوري الكلام قصد دي الخطوط. آآ مزوري بجعني. طيب خلينا نختار الصورة من هنا عشان نحطها. خلينا نشوف شكلها يبقى عامل ازاي لما تطرفها. جمدة جدا. شايفين نطقت التصميم ازاي? دي بقى النقط اللي هي علاقة بقى بتاعك تبدأ ان انت بقى تحط كل النقط الاهم. يعني اهم المميزات للمنتج تحطهم كده واربعة ستة مسلا خمسة. ايا ان كانت تحطهم. ممكن تشيل واحدة منهم. طبعا ما تشايفين الحاجات اللي على الجنب دي احنا محتاجين ان احنا نختار حاجات زي كده. آآ بيتسمها يعني الحاجات اللي انا براكه ازاي هضيفها دلوقتي. قد تكون متماشية مع الكلام اللي اكتبه. فانا هنزل شوية حاجات دلوقتي اسمها السمبل. عشان ان انا هحطها هناك في براند. فسي مسلا. بقى شايفين الشكل النهائي بقى عاملت ازاي? هتتأمل النقط بتاعتها وحطيت كل واحدة جنبها يعني بتشرح الحاجة. فبقى البراند او المنظر بقى شكله عامل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام? الهيدلاين برضا تغيره. الصورة عندي تمام. كله زي الفل اللي عندي. ما عنديش اي مشكلة في الموضوع عندي نهائي. حلو جدا. الكلام بتاع ده هغيره ويبقى الناسب برضو للمنطق بتاعي. تمام? شايفين بقى المنظر بقى عاملت ازاي? بقى براند. براند. والله انت بدينت نفسك وانت داخلي تحس انه براند. طيب نيجي انا بعد يعني اه ارائي العملاء. انت ممكن انت تكتبه من دماغ او ممكن تروح من عكس من امازون. ممكن انت تكتب انت تكتب. او ممكن تشيلها خالص لو مش عجب. نفس الكلام مش محتاجين فيديو لان الفيديو يتقل. لو ما عندكش بلوج يعني ما عندكش مقالات لعلاقة بالمنتج بتاعك ممكن تشيلها برضو. تمام? مش محتاجة. الموضوع لازم يكون اسهل. اه بس كده هنيجي بعد الفوتر اللي هو اخر حاجة ديلي اللي تحت ده. هنيجي اول حاجة هنا للوجو بتاعنا نحطه ونحط برضو الامج الصورة برا. تمام? نجي نعمل تاني. دي نختار صورة تكون اللي علاقة برضو كون كويس. نختار اللي جو. نرفع نقبل كده بس ممكن نجيبه من تحت. اللوجو هو اللوجو. مش شكلة بعمل ازاي? مقبول. غير الالوان الاصفر. اصفر. اصفر. كل اصفر والكوب رايت تحت هتكتبه بقى هنا الاخر حاجة اللي هي تحت دي. سميه بقى اسم الموقع بتاعك نفسه. تمام? الفين وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين. انا كانت تفرج على الفيديو ده امتى? بده تتغيره بالشكل الشكل ده. تمام? في الموقع بعمل ازاي? براند براند خلاص. عملت براند فيه فيه تقريبا حوالي نصف ساعة. او اقل مص ساعة. براند كامل. تيجي هنا بقى على عشان نضيف بقى المنتجات بتاعتنا. تمام? احنا عندنا اللينك بتاع المنتج نفسه عافية بقى على تمام? تيجي من هنا تضيف بتاعك. ده بتاعنا مثلا. بتعمل. تمام? بتعمل. شايفين? المنتج بتاعنا. المنتج بتاعنا موجود. ازاي? بس بتاخد اللينك نفسه بتعمل بوشت ايه. دي فتح دي. تمام? اه انا بختار بتاعي. بعد كده بوش. هيديف المنتج شايف? المنتج الضف للموقع بتاعي على شو بيفار? بقى المنتج عادي موجود. بقى مربوط بهم بعليك سيبليس عشان لما يجي الارضل هنا يتشحن. فديجي مسلا دفتح المنتج نفسه كده من عندك. شايف? وبنزله حتى بالدسكريبشن هناك. بس طبعا احنا نعدلها والعنوان العنوان كبير قوي مش عايزين كل ده. هنكتب اسم جزاب وحتى الصور والحاجات دي كلها هنشيلها. هنعمل بس اللي احنا محتاجينه. تمام? هزاي بقى نكتب دلوقتي الدسكريبشن بتاعنا. تمام? اول حاجة هنا عندك العنوان مهم جدا. يكون مهم يكون بيعبر عن المنتج نفسه. تمام? فاشن. مسلا ستريت سناكر. طيب نمسح بقى كل الكلام ده كله. دليت. نبدأ بقى احنا ايه? نكتب احنا الدسكريبشن بقى من قبل وجديد كده. في عندك حركة ايما تشوفوا مواقع تانية. تكتب منها ايما اه تشغص على الامازون برضو وتشوف منه الدسكريبشن. تمام? فحطينا الدسكريبشن بتاعنا اللي احنا عملناه بريسيرج. يحطيناه. والحاجة بيتعامل ازاي المنظر بالاخير. بالنهاية بيععمل ازاي? كتبنا شوية تفاصيل. عن المنتج الصورة. بعد كده اعطينا بتاع المنتج نفسه. بعد كده بتقول له ليه انت تشتري المنتج ده. بعد كده صورة تانية. بعد كده تحط تاني. بعد كده تحط اسئلة عن المنتج نفسه. سيمبل بسيط جدا. معاشا نقلل ده لاني كان فيه مسافة عرفوضي. تمام. كل امورنا تمام. اما حاجة نعمل ايه? سايف. انا منسايف الحاجة بتاعتك دي عشان ما تضع. تمام? كده كل امورنا تمام. ودي تحت شايفين الاسعار بتاعتك. دي احنا لسه ما سعرناش. هنا ده او الهيدلاين اللي يعني. شايفين برضو لانه كان حاطة الاسم الاو ما بينزل فاحنا هنشير ونحط ايه اللي هو العنوان الجديد. بس فهنكتب فاشن. هنكتب اسم المنتج اللي هو كان فوق تاني فاشن. سنيك. انا سوري انا كده بغلط. فاشن. سنيكر. بس كده دايب اللي هو اللينك لما النظر تظهر اللي فوق فاشن سنيكر. دي مهمة جدا عشان نتسعب بالنسبة العنوان او اللينك يفوق سبعين كلمة. ده مهمة جدا ان انت تعملها بالنفس الشكل ده. تمام? تيجي هنا عند التاج. تابين دي الصور وان ازل ها اوتوماتيك. بس طوان احنا مش عايزين الصور دي. هنشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. نشيل ده. ونبدأ بقى نرفع دلوقتي ايه الصور بقى جديدة بتاعتنا قصة اللي عندنا. النقطة تانية مهمة ان انت رجع بقى للستور بتاعنا تمام? عملنا عشان نضفنا المنتج بتاعنا. تمام? نيجي بقى عايزين نضف الشايفين الزراير والحاجات دي لما حد يدوس عليها يروح للمنتج بقى. فنيجي مسلا هنا عند اول حاجة. عند الاولاني نضغط هنا. ننزل بقى عند كلمة buy now. شايفين shop now دي. شايفين مكان اللينك. معلش اللي حصل. شايفين كلمة shop now دي. تمام? تيجي هنا. ننزل تحت. آآ شايفين مكان اللينك كده. تراجع ما اختار ال shop now والبرودكت. اختار الاسم المنتج بتاعك. بس كده بتضفت المنتج بتاعك. اي حاجة يضغط على اللينك كده هيبديه للمنتج ترقائيا. شايفين لما انا ضفت? لما اضفت على المنتج. شايفين وداني فين? على المنتج بتاعي. شايفين? شايفين ده فوق ده احنا عشان حطينا صورة فوق. شايف منظر او المنظر فوق عاملة عندي ازاي? برند خالص برند. بس طبعا لسه محتاج يتعدل شوية لان احنا مضفناش اي حاجة ما عدناش على الكلكشن. فلسه محتاج يعني. فنجي عند الكلكشن نشيل الكاتجوريا او نشيل اللي بتاع اللي فوق دي كلها. نشيل البست سيلر. تمام? لان مش عايزين العميل يقعد يتشطت نشيل دي كمان. خلينا نشوف دلوقتي مفروض. شايفين الحاجات اللي على الجنب دي كلها. تبدأ لو انت عايز تضيف يعني تقول له شحنة سريعة والحاجات دي كلها او لو مش عايزها برضو تقدر تشيلها كلها. طيب اخر حاجة معنا كلمة دايما تكون حاططها في عندك. تمام? فانت بتيجي هنا تكتب بتشايف دي كلها الـ كل الحاجات دي هتلوقها تحت الـ عشان تاخدوها. تمام? بتجي تعملها ازاي او تحطها منين? يعني نستور بكلمة بيج تعمل اد بيج تكتب مسلا هنا نفتح نعمل اول بيج مسلا عندنا اول حاجة نعملها مسلا الكنتاكت اس بيج تمام? بتخد كوبي سوري كوبي جي هنا تحط بيست رحت هنا ترجع تاني هنا تاخد كل الكلام ده كوبي سوري بيست تمام وهنا تشايفين على خيارات تختار كونتاكت بيج كونتاكت تمام عشان يطلع يطلع في الموقع عندك على شكل اللي هو مكان الايميل والحاجات دي مش بيج عادية نعم وتعمل كده عملنا اول صفحة عندنا. ده كله لسه في الاعدادات تمام? الفوتر شايفين كلمة الفوتر او المين اه. احنا اول حاجة نشيل الكاتسالوج دي مش محتاجينها في حاجة احنا محتاجين نضيف فوق اللي هي اللي احنا دفناها فوق دلوقتي تمام? تيجي من هنا بس ضيف اي حاجة لو عندك بقى لو انت ما عاملين او اي حاجة بايج مسلا كونتاكت اس بايج. شايفين لما احنا لما ضفناها هنا عملنا اد شوفها تظهر فين على الموقع فوق. حايفين لو يكون فوق او ما تفتح الموقع بيكون هوم وكونتاكت اس والكامدة كله. نفس الكلام. كلمة ده اللي هو المنتج بتاعنا. وهنا رابطينه بالمنتج بتاعنا. شايفين رابطته? ده برضه هيصار فوق كده. يكون ظاهر اول حاجة هو لو حد ضغط على الكلمة دي فوق. تبقى اياً هيوذي على المنتج بتاعنا. دي اللي هو الرقم الناس اللي بيكون اه في عندك موقع كتيرة جدا بقى في عندك اه الموقع ده بتاع او في موقع في موقع كتيرة. تمام? لينك تحط اللينك ده. احط. في اي حد يضغط على هيوديه للموقع ده يحط الرقم اللي هو مفروض اللي يظهر عندك. خلاص. كده راح للمنتج بتاعه. او عارف المنتج بتاعه اوصل فيه. ما نيجي هنا عند الفوتر. فوتر ده هنعمله لما هنكون عملنا اللي هو هالتيرم والريفوند البوليسي اللي هي الحاجات اللي هي الصفحات بتاعة الخصوصية والحاجات دي. لما تكون عملتها. آآ لازم تعملها. تمام هنا تجيب اسم الموقع بتاعك تاني هنا. تجيبه من تمام? ده لبعد ما تروح لأ اونلاين ستور. سوري. تمام خلين نشوف في حاجة تانية عايزة تعدل. طبعا انا مش تعرف تشيله لان انت مش مشترك في بلان يعني لازم تشترك في خطة مدفوعة عشان تشيل الباسورد. يعني الموقع ده لك محدش هيقدر يشوفه غير لما يكتب الباسورد ده. تمام? فدي طبعا مستحيل انت تعمل وتعمل حاجة زي كده. فانت بعد ما بتخلص كل حاجة عليها تبدأ تروح ان انت تعمل بقى البلاين. يعني هنا برضو تغير الاسم اللي فوق ده تحطوا الاسم الجديد بتاعك. تمام هنا الايميل بتاعك. 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 يعني بتاعك اسمه ايه? وتحطه هنا برضو. ايه? بتخليها USD دولار. بتاعك الدفع وسعر الدفع اضيف ايه? ايه? وسعر الدفع اللي هتستخدمها. فاحنا عندنا ممكن تستخدمها او ممكن تستخدم استخدم استخدم. تمام? الناس اللي مش حابة تطول في عاية سنة تبدأ على طول على شوبي فاي بيمن تقدر انت تعمل بس وتقضوا بيانات الشركة بتاعتك والتفاصيل دي كلها وخلاص. وهتلاقوا فيديو قريب عندي على موضوع اه على القناة. بتكلم فيها عن موضوع استرايب وازاي تفتح اكاونت استرايب وازاي تفتح شركة امريكية. عشان تفتح بها استرايب او دي فكرة شوبي فاي ان هو هنا شايفين ايجيبت كمان موجودة. خارين ان هو دخله ايجيبت. مصر بيت موجودة. او هو سوري هنا بيطللك انت بتختار البلد بتاعتك وهو بيطللك ايه الوسائل الدفع الموجودة في بلدك المتاحة على شوبي فاي. فانت بتختارها وتتعمل عليها حساب. تمام? دي مهمة جدا. خليها في النص. دي موضوع ان الناس العميل يعمل اكاونت ولا لا. انا دي كلها سبعة زي ما كانها. اه دي برضو كمان سبعة ما كانها. انا خليها بس. ممكن تعملها لدي. ممكن تقول له يكتب اسمه الاول واسم الاخير. الخليها دايما اوبشنال. الادرس خليها اوبشنال برضو. تاني. انا بفضلهاش بس خليها اوبشنال. تمام? اه عندك تحت دايما دايما هتخليها don't automatically عشان ميشحنش الواحده لان ممكن فيه مشكلة او حاجة. تمام? تعمل نسايف. تنجي عن شبنج الليبل. ماننج ريت. ده اللي هي بتاعت الضبط اللي هو الشحن بتاعك بقى والحاجات دي. تمام? اه تعمل كرييت. تمام? تختار مسلا لو فيه حاجة معينة. او سوري نعمل اي باكت. هنسميها بقى اي باكت. اللي معرفش اي باكت شبنج دي يعني يعني المعظم الدول اللي هي الشحن بتاعها. نحن ممكن نقفل دي. تمام? وبنيجي هنا التاني نشيل اه. نيجي هنا نعمل دليت لدي. نعمل برضو دليت لدي. نعمل ايد ريت. نحوط الريت بتاعنا مسلا. عشان نزل زر لهم لعين كان البلد اللي هو يعملها. تمام? كده طلع لنا زبط الامور تاني اهي. هنا حسب الدولة وحسب المكان بتاعك ببدأ تعمل. تعمل نسيب. دي بقى مكان اللي هي زي ما توقف الريفوند والحاجة دي. بس بتضغط على كلمة دي. هو بنزلها الواحد اوتوماتيك. شايف هو نزلها الواحد دي احنا كنا عاملينها في الفايل فممكن انت خدها من الفايل. طيب الموقع ده مهمته ايه? مهم للبيبال عندك ان يكون عندك حاجة اسمها تراكينج اه شو بفاقي ان هو بيتتبع العملة الكلام ده كله عشان ما يجيش بعد كده يحصل مشكلة معك مع البيبال في موضوع التراك النومبر. يجي اسألك طب هو فين التراك الكلام ده كله. فالموقع التطبيق ازيد جدا. انت تضيف اسمه اه تراك اه شور. اه تراك شير. تمام. قريبته النوع بياخد التراك منك وبيقدر ان هو يتوسق يكون مع العميل. الشهر بتدفع حوالي تسعة دولار تقريبا تمام انت بتقوله. تمام كده دخلنا على الموقع نفسه. ممكن انت استخدمه ممكن ما تستخدموش في البداية. ممكن في البداية اول فترة ما تستخدموش هنا في فيديو تعمل 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 كونكتسو بيبال. بس تعمل من هنا تحط الايميل الايميل والباصل بتاعك بتاع البيبال وهو هتليه عمل اكاونت وعمل زبط كل حاجة عن تك البيبال وعلى الشو بي فاي وخلاص. باس مهم جدا للناس اللي هتشتغل بشكل كبير قدام عشان المشاكل بتاعت البيبال. تمام? مهم جدا جدا تمام? شوفي التطبيق التاني. برضو في تسارة دول. فكرة التطبيق ده ان هو زي ايه? اه محاسب زي محاسب لك شوية بيعرفك ايه الارباح بتاعتك عمل اتكام مبيعاتك الماركتينج كوس بتاعك المنتج المنتجات نفسها مكلفتك. يعني شوية محاسب لك شوية بشكل اكبر. اه ممكن تستخدموه ممكن ما تستخدموش. لو معك يعني معك فلوس ممكن تستخدموه. ايه مهمة جدا جدا معك للوقت. قدام يعني. لانه بيحسب لك فعليا كل حاجة. بدلا لما اجيب بصلا للمحاسب والحاجة تدي له مية مية ولا ماتين يقعد يعمل لك هو بيعمل لك كل حاجة. فهو انت بتعمله اه يعني بتضيف بتضيف له جوجل اكاونت الفيس بوك اي حاجة بتعمل بها اعلانات للسطور بتاعك بتضيف وهو اوتوماتيك بيعمل لك حسابات لكل حاجة. طب المواقع اللي بعد كده معنا اسمو لاكي اورنج. ده برضه من التطبيقات اللي انا بحبها في ايه? اه هو يعني مسلا لو انا الستور بتاعي شغال ده لقد فيه ناس دلوقتي يدخل على الستور بتاعي اقدر اشوف. اقدر اشوف الناس دي من اي دولة. اقدر اشوف الناس دي الوقت بتعمل ايه? بيدوس فين اصلا يعني. فين الاماكن اللي بيدوس فيها في الموقع. كل ده بيعملو اورنج. يقدر ان هو يعرف كل حاجة ويقدر يصور لك فيديو كمان. في فيديو بيوريك العميل بتاعك راح فيه نزل تحت اختار ايه عمل ايه وقف فين. دي كلها حاجات اش تقدر تطور بيها. ممكن يكون الناس مسلا. الناس بخش عندك على الموقع بيشتروا ليه. فانت بتشوف بقى ممكن بعد اما تشوف الفيديو بتاعه ممكن يكون فيه مشكلة في الموقع انت مش شايفها. طبعا عندنا تطبيقات تانية دولات اللي انا هزهرها لكو دولات اللي هي. زي كلافيو في اس اس ام باك آآ بامب اللي هو ده بتبعت اس ام يعني على العميلة ارقام العميلة. عشان كده احنا دائمين سيبنا الخيار للتلفون. عشان آآ لما مسلا عميل دخل مسا عارف انت انا بتخش علي موقع ويكون حط ترقمك ولعك كل فايا ويبعت لك تذكير يقول لك ايه خش اشتري المنتج تبقى خصم عشرين في المية خصم عشرين في المية حد ما انت تفتكر او تخش وتشتري صح? بدأ التطبيق ده بيعمل نفس الكلام. طبعا بفلوس برضو. آآ بس تقدر. طبعا لو انت ما عندكش بلان بلان دي يعني اختار بتاع تعمل اوتوماتيك. تمام. شايفين دي كلها خيارات تمام. آآ تيجي هنا عند بس انت ما عندكش فانت بتعمل ده اجريشن. شوف ايه ناية طبعا. كلابيو 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 ده مهم. سوري. كلابيو ده مهم. او هات ناموا ياب. معيشن ان الازجيل طويل. طيب. طيب نيجي هنا ناخد اول ميسج يعني اول رسالة ممكن تحطها ليه. طيب. ايه العميلة هنا تيجي مسلا عند اول واحدة هنا كده تيجي تعمل عندي ايدت. آآ هنرجع تاني الفايل بتاعنا هناك. ناخد اول رسالة دي. نقول هنا تلاتين منت فدي هنخليها عشرين منت بس. اما كان الرسالة هنا برضو دي هنخليها عشرين منت. يعني بعد عشرين دي ديه يبعت للعميل. تمام. هنا هنشيل كل الكلام ده كله ونحط الرسالة بتاعتنا بست. شايفين? دي هنشيلها. اشان كنت بوضح لكم فيها. كل امورنا تمام. تمام 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 تمام. تمام كده كل الامور زال فل. صلينا نبص. او تمام تمام تمام. انا لو انت عايز ترفع جف او حاجة عايز تبعتها مع الحاجة او ممكن ان انت تعمل مستر قوية مثل عندك ايموجة او حاجة ممكن تحطها. يعني كالبه حاجة كده ممكن ما تحط جف او حسن تمام. تابعنا بذي تخذ الصورة. بتروح مع البداية ممكن تعملها بلود من عندك. قط بس صورة المنتج او صورة لوجو او صورة حاجة تتعبر عن الحاجة اللي انت بتقول لهم خش طرع عشان يفتكروها بها. ان يفتكروا ايه انت مين تمام. فمسلا نبصد لهم صورة كلها او الامام بتاعتها مع بعض. شايفين على اليمين عندي التليفون بيبعمل ازاي المنظر عامل ازاي رسالة. صورة وتحتها الرسالة بتاعتي واللينك بتاع المنتج نفسه. تمام. بس واعمل كده عندنا اول رسالة. اول رسالة بعد عشرين مينت. نعمل اقون. نجي عند رسالة التانية ونروح للفايل بتاعنا. رسالة التانية بعد ساعتين. يعني بعد ساعتين يبعث له كود بخصم عشرين في المين. خطبا لكم. يجي من برضو دي نعملها. تو وور. نزل تحت. نهور. تو. نشيل دي. ونسبح نكا. نشيل عشان نحط صورة تانية غير اللي احنا اعطناها. هنرفع برضو صورة تانية زي اللي انا وريتها لكم شوية. بس حاجة تكون جديدة. شايفين. نشيل كل الكلام ده كله ونحط الرسالة بتاعتنا. نعمل الستوب. الستوب دي اللي عشان كل اللي شايفين اللي احنا كنا عاملينه. يتغير عشان يطلع. دي سكان كود. دي سكان كود ده ونعملينه هنا كده ونختار ان احنا عزيب present ونعملها عشرين في المية لان احنا عدين عشرين في المية. بيروح للعميل اي حد يضغط على اللينك هيروح معاه بخصم عشرين في المية. نعمل save. نفعل. بتاعتنا وهكذا بتعمل لكل دول زي ما انا عمل لكم في البداية تمام. هنا بس نخير الاسم بتاعها تمام. نختار اللي بعدها اسم ام تمام. دي عشرين هيروح عشان تبقى نفسها عشان نبقى عارفين. نعمل edit. خراسية تغيرت لوحدها. نعمل عشرين. ننزل تحت نحط صورة. نفس كل اللي احنا عاملينه. هل في صورة هنا ممكن تعبر مفيش. طويلة شوية هنخش نغيرها تاني. خلنا دلت هنا اخذ الاسم ايس او المسجر البعض هنا اخذ بخمسين في المية. طبعا ما اتقدرش تعمل حاجة زي كده اجلب ما يكون اصلا انت متاح معاك الامور دي. تمام? خط المسج بتاعتك. نيجي هنا برضو عند ادستوب. نغير دي زي ما بتلكو اللي خمسين في المية. سوري التانية خمسين في المية. هدسكاونت. سيب. طيب وبكده نكون ان ترينا من من التطبيق ده. تقدر انت تتعدل على بقية الامور دي زي ما انا عرفتكم. نيجي عن التطبيق التاني هو مطبيق كلافيو. الاول ده بتاع التليفون والتاني ده بتاع الايميلات. ده مجاني كلافيو مجاني. اه تقريبا ان هنعمل نفس الامور اللي احنا عملناها هناك. وبرضو بمسج وصور وحاجات برضو بيكون مهمة جدا. الحاجات دي مهمة جدا. ليه بنعملها زي ما تقول ده تأسيس. هادس الصح. خلاص هو احطت اليو اري اللي بتاع دي هادس الصح. يلاقي النتائج صح. شايفين عشان احطيت اللوجو بتاعي فالمنظر بعمل ازاي وغيرت الالوان بتاعتي الاكواد بتاعتي دي بيجيبها هناك من الموقع عندك. بتعمل continue. عشاني الشكل الايميل بيجي لك ساي. تمام بتيجي هنا عند نفس هناك هو نفس نفس الكلام. تيجي هنا برضو عند اول ميسج اللي هي ودي اللي احنا محتاجينها اصلا. تيجي هنا برضو نفس الكلام شايفين. بتلاقوا برضو الكلام ده كله تده تاخده. تمام وترجع نازل هنا. ولكم هدي تفولو. تيجي هنا تعمل سانكس. سوشال ميديا. اربعة ايام. تيجي هنا نعمل دليت. نعمل دليت اللي دي كمان. تبقى اول واحدة نعمل لها تحديل بحنا ما تجين نبدأ نعدل عليها. تمام نجي نعمل دي نفعلها. نفتح لتحت. نرجع تاني لفوق. نعمل. نجي هنا نختار. نعمل. اااااااا. نحتاجين نعدل عليها نقفل دي برضو زي ما عملنا نعملنا تحت. نقفل دي ونفتح لتحت. تمام. ضن. اما حكا ضن ما تحتش ما ما تروحش. تمام نجي نعمل هنا لايف. لايف دي يعني خليه خلاص هيشتغل اي حد يخش حط ايميله. او هيخش حتى هيعرفوا يوصلوا له ويبعتوا له ايميل. تمام? ان هما يفكروا. ده بالطريقة اللي هنعملها دلوقتي. طيب احنا عندنا دلوقتي نبدأ بقى ان احنا ايه? اه نحط بقى المسج والحاجات بتاعتنا دلوقتي. طيب نرجع تاني هنا. هنا ده احنا عايزين لها مسلا كل التلات داقة يوم واحد او يومين. وهنعملها كمان ساعة دلوقتي. بتعمل ادت. هنا بقى نبدأ نعدل شكل الديزاين او بتاعتنا ازاي. انت هنا بتقول اي حط اي اسم اي اسم مارك جوما مايكل اي حاجة. تمام? هنا هتحط الاسم فيه تمام? الاسم اللي هيوصل لك من كزا مسلا. اللي هو اسم الموقع بتاعك ات كزا. تمام? تنزل هنا مسلا تبدأ ان انت سبجيت مسلا هتلاقض الجملة دي كلها كده. تمام? انت تبدله خصم عشرة في المية وترجع تطهله هنا. تمام? نعمل سيف جينج. هنا بعد شايفين المنظر عام ازاي? نحن نغير الصورة دي طبعا. نعمل اي او ابلود هنا اي اماتج. نختار صورة للكوتشي. تظهر للعميل او صورة عادية. كيف نعمل 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 ازاي? ده ايميل. شايفين نفس فرق اللي عملنا بالاسم اس لالتليفون نعمل له الايميل. نفس الكلمة دي بدأ تاخد الكلام ده كله. اعمل ماكو واحدة وانتو تكملوا الباقي. تمام? شايفين المنظر اللي احنا عايزين نعدله ونخليه في النص. فاحنا ممكن احواجين نعملينه نغضه كده ونعمله في النص. شايفين نتعدل ازاي ونعمله بولد. شايفين? اه فاحنا محتاجين نغير الفونتة مسلا او الغلي اربعة عشر. ستة عشرين. كبر شوية. ماشي. لزيز. مازال حلو والكود نفسه بان. طيب ازاي عمل الكود تاعد ده شايفين كلمة الدسكاوند الكود ده انا عامله ده. اه بتيجي عندي كلمة من هنا. بتعمل يعني عايز اكتب بقى عامل خاص من الناس. عايز اصلا تكتب الخاص ما هو فين الكود بتاع الخاص من هنا. تكتب اي حاجة. تكتب بقى اسم الاسم مسلا. مسلا شايفين ده سناك سناك العشرة ده هاخده. ده اسم مسلا كود اي حد يستخدم الكود ده في الهوة بيدفعها الي. انا بنجدش بتاعي لها بارة عشرة في المية. تمام? اتسبها كلها ليميت. يعني اللي هيستخدمه مرة واحدة ما يقدرش يستخدمه اكتر من مرة. تمام? كده بقى اي حد ياخد الكود ده ويحطه عندك في هو بيدفع. خلاص. على طول هيتعملوا خصمة القائناة على المنطق. تمام? ناخد اللي بعده نحط الكلام ده تحت. تمام? نشد ده كله ونحطه. نعملوا في النص عشان نبقى ما نتزبط. نخليه اكبر شوية. هل ممكن يظهر شوية ولا كده ماشي? تمام? وكده برضو الكود بتاعنا تحت موجود. بتقوله ان الكود اه خلال اتنين وسبعين ساعة بس. تمام? كده امورنا تمام? وشايفين الايميل هيظهر كده للعميل. زبطنا اول حاجة بعد يومين. تمام? اللي بعدها وهي السوشيال. تمام? نجي هنا بقى ناخد النقطة البعض بتاع السوشيال. برضو نفس الكلام. تمام? نحطها. سوري نحطها فوق السندر. تمام? ونجي هنا عند السبجيط. ناخد هنا السبجيكت من هنا. تمام? سببورت السنكر كمينيتي على انستغرام. بوبي. حتا. نعمل متنساج تعمل سيء وشيء. تمام? نعمل ادت كونتنت وننزل تحت هنا عند سنيك فاميلي لاوز. ده التايتل او اللي هو العنوان بتاع اللي بتاع عندنا يبقى كده. نغير ده كله نقده كده ونجيبه في النص. بعد كده نغير 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 نقبر شوية. اه شايف شايف لما كبر شكله بقى احسن ازاي. بس من هنا نعمل تاني لصورة تانية مسلا. او ممكن تحط اللوجو. لا احنا عطيني اللوجو فوق. ممكن ايما تشيلها ايما انت تحط بس هنا صورة عادية برضو الكوتش والحاجة بتاعها. انا هنرجع تاني الفايل بتاعتنا ناخد الكلام ده كله تحت كده ما احنا عاملينه ده. احنا موقع بتاعنا هناك نضغط باست. احنا نغير بالنص ونصغره شوية. اه كده ماشي. مقبول. لان بس الصورة دي مهمة. ايما تحط حاجة خاصة بك انت ايما تسبها. انا هنعملها. تمام لان احنا بلوم على انستجرام بس كده كل حاجة بعدها نشغلها كويس جدا. وامورنا تمام. ديجي هنا بس عندي ده. نختارها من هور تمام ونعمل سيف. ديجي نعمل من هنا هايز. نعم يوم ماركت تمام وبعد كده يعمل سمورت. يختار مانويل لايف دايما دايما بتلاقي كده وتعمل لايف لايف. تمام سيبوا الحاجة زي ما كانت تعمل ترجع تاني هنا تاخد فروم ترجع تاني سوري تحط هنا بتاعك يعني من مين. تمام عشان نفتح هنا اكتر من حاجة. طيب تاخد الجملة دي ثاني اربعين في الماء خاص. اه فين الفويل ماشي هنا. تمام وبعدك هتعمل سيف تشانج. ادت كونتنت. نحط سانكيو شايف كلمة سانكيو دي نشيلها ونحط مكانها الجملة دي كلها على بعضها. نخد سانكيو. نكبر الفونت شوية. نخليه في النص. كبره. ماشي حد وثمانية وعشرين. كلمة تحت ده نغيره وناخد بقى اللي هو تحت ده. تمام من اول هاي. تمام من غريب النص. بتاع نتصغر شوي. تمام كده امرنا تمام سيف كونتنت. كده ده شكل المنظر بتاع الايميل بيزهر للعميل ازاي شايفين عمل ازاي سانكيو. تمام. كده بقى عندنا كلافيو بدأنا خلاص كده نزبطناه وهنا تماما. اه العميل لما بشتري او لما بشتريش كل حاجة تزبطت بالشكل اللي احنا عايزينه. تمام? احنا عايزين اول حاجة نعملها عشرين منت. دي بقى لقى المهمة عندنا اهم حاجة. ان هو العميل يبعت له قديه كل شوية يذكروه بالكونتنت. تمام? ايه تعمل هنا دي? هتعملها on. ترجع تاني done. live. اعدل عليه. نضغط عليه كده edit. نيجي هنا. اخد نفس الكلام copy. بس وتكمل على نفس الفايل زي ما انا اه معامل في الفايل وتحط البيانات وتحط كل الحاجة عندك. تكمل عليها لغاية الاخر وهتلاقي كل حاجة اتزوط. طيب التطبيق بعد كده اسمه. ده اللي هو هنضيف منه بقى يعني بننزل المنتج لازم لازم اي منتج بيخش عليه بيكون فيه ناس معلقة ناس بتورقة ورقة. فاحنا بنعمل الكلام ده بأيدينا. يعني بقى فيه تطبيق بتضيفه. بقى كده بتخش انت بتكتب اللي هو اللي هو التعليق على المنتج ده بيديك عشان الناس لما بيشوفوا ان فيه ناس معلقة عليه. اول حاجة قصة اللي العميلة بيخش بروح يدور فين فين الناس بتقولي على العميل. تاخد من هنا كوبي. تمام وترجع للسايت بتاعنا فين السايت بتاعنا? آآ اونلاين ستور. تجينا عند تعمل ادت كود. تعمل هنا تحط الفايل بتاعك. شايفيه برودكت لك وانتي دي. وتحطها هنا بعد. تمام وتعمل. كده حطينا الكود بتاعنا والامورنا شغالها تمام. او في تطبيقات زي الحاجات دي ممكن تضيفها على طول بدون ما تعمل الكامدة كلها وحابب يعني بس ده انا بحب بلوكس ريفيو عشان شكله وحكته بتعساء قريبة من شكل الموقع فبتلاقي حلو. هنا طبعا عملتو اصور عشان يكون شبه الموقع عندي وشكل البراند عندي يكون نفس كله الالوان والحكة كلها نفس الشكل. آآ هنا من كلمة امبورت ريفيو هنا بقى تبدو تضيف ريفيو. ممكن تضيف مرة واحدة لو عندك عاليك سابريست في ريفيو الناس كتبه ريفيو. بتاخد اللينك تحطه مرة واحدة يضيف لك كل ريفيو مرة واحدة. او ممكن تكتب باديك بقى. فاهمني? فسيء مسلا ده شايفك فيه كم ريفيو هنا? هنا في حوالي تمنمائة ريفيو. فلو اخدنا اللينك اللي فوق ده. شايفين هو اصلا التطبيق تضاف له واحدة فوق. فانت بتختار منه المنتجات بتاعتك. سيء مسلا عايز المنتج ده فبتقول له هنا عايز كم ريفيو. وعايز الناس اللي عملة اربعة ستار ولا عملة خمسة ستار. عايزوا انجلش الناس كتبه بالانجلش ولا كتبها في لغة تانية. بتعمل آآ شوف المنظر عامل ازاي. تمام? تمام? لو عجبك الريفيو بترجع اعمل له وتبدأ ان انت تشوف واحدة واحدة كده تفضل تضيف واحدة واحدة. اللي يعجبك تضيفه. اللي يعجبك تضيفه. اللي يعجبك تضيفه. اللي ما يعجبكش تعمل خلط تفكك منه. لانه بيدفولك بالصور كمان يعني انت في الاخر بتلاقي نازل عندك بالصور بالريفيو. شايفين? صراحة رهيب صراحة. نبص لو جينا هنا بقى عملنا ابدات. شايفين ده المنظر عامل ازاي اللي انا اضيف الوان وضيف مأسات اللي بتاع المنظر بعمل ازاي. اضيف حاجة اللي هي علاقة بالريفيو. دي انا اشوف. يعني لو عايزين الناس اللي عارف كل شوية بيطلع لك ناسك انه في ناس دخلت. اه دي كلها اوبشن. احنا عايزين هنا بقى النابل بروضاكت ريفيو. ده اللي احنا عملنا ندور عليها عشان يبان. بس عملنا من انا. بيبان عندك على طول المكان او الناس اللي ضفت عندك ريفيو. تمام? يقول لأ اوبشن مهمة ان انت يعني بتشغل فيها العميل شوية. عشان هو بتشجعه ان هو يشتري. ان هو في علاقة في ناس شارية في ناس كتير في حاجة كده اوبشن كتير. نيميزة القارب ده الصراحة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وان شاء الله تكونوا استفدتم من الموقع. واستنونا في الفيديو اللي جاي. وهو بداية التسويق. زي بقى بعد ما خلصتنا كل الكلام ده كله وتفرجت على بيديو اللي ما تفرجش على بيديو الكورس. او بداية الكورس عشان نفهم ايه هي التجارة وتلنا او وهي طريقة اختيار من المنتج الصيح والكلام ده كله يتفرج على بيديو اللي فاتت. عشان هنبدأ في الفترة اللي جاية في الخطوة العملي. الخطوة الجد بقى نبدأ بقى ان احنا يكون نبدأ نطبق بشكل عملي ويبدأ يجينا بقى ايه الوردرات ونبدأ ان نحقق ارباح بإذن الله خطوة وقضوة واقوم معاكو. ما تنساش ان انت بتزل تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك لان اللايك بيوصل الفيديو لناس اكتر واستنونا في الفيديو اللي جاي ويه يتابع معانا وايه يلا موجيو معاكو بوي. موسيقى